احطاء المملكة ودعمها لليمن لا يزال مستمر في شتى المجالات في العام 2018 قدمت المملكة الكثير من المنح المالية التي ساهمت في استقرار الريال اليمني وتحسن الاقتصاد كان ابرزها ايداع ملياري دولار امريكي في البنك المركزي اليمني والذي استعاد عافيته بتلك الوديعة كما يقول خباراء الاقتصاد وساهمت الوديعة في دعم السلع الاساسية لتصل لكل اليمنين المنحة المالية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمقدرة بمئتين مليون دولار امريكي عززت من مكانة البنك المركزي بعد التدهور وبتلك المنحة حافظ الريال على استقراره المملكة العربية السعودية بتاريخها هي الدعم الرئيسي للتنمية في اليمن فيما يتعلق محطات الكهرباء ومشاريع البناء التحتية ومدارس لدينا علاقة تاريخية مع الصناديق الممولة بالخاصة الصندوق السعودي وإضافة إلى الدعم المقدم فيما يتعلق بالوديعة إلى شتى المجالات وكانت لمنحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة لدعم قطاع الكهرباء والتي أصبحت تعمل دون انقطاع الأمر الذي انعكس إيجابا على الأوضاع المعيشية واستفاد منها أكثر من ثمانية مليون يمني لم تكتفي المملكة بدعم البنك المركزي اليمني وقطاع الكهرباء وحسب بل سارعت بتزويد الموانئ اليمنية برافعات لتسهم في زيادة نشاطها التجاري وكان أيضا لقطاع التعليم والصحة والطرق والجانب الإغاثي والإنساني النصيب الأكبر ليصل بذلك إجمالي الدعم الذي قدمته المملكة لليمن طوال الأربع السنوات الماضية أكثر من 17 مليار دولار أمريكي عبدالف التغلاب لقناة الإخبارية عدن ترجمة نانسي قنقر